فالمؤمن يوقن بأن أولئك الظالمين الذين يعتدون على المؤمنين سينالهم العذاب إن آجلا وإن آجلا كما قال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا كأنه قال من عصى رسولنا المتأخر فسيناله من العقاب مثل ما نال عاص الرسل المتقدم فإنه مهما كان عندك من الإمكانات سواء من كثرة الأموال أو من المناصب أو من الملك أو من الأمر والنهي فذلك لا يغني عنك من عذاب الله شيئا فانظر إلى فرعون الذي كانت الأنهار تجري من تحته وكان عنده من الجيوش الشيء الكثير وكان عنده من الأموال أموال عظيمة ومع ذلك لم ينجه هذا من عذاب الله وحينئذ فالمؤمن يوقن بأن أولئك الظالمين الذين يعتدون على المؤمنين سينالهم العذاب إن آجلا وإن آجلا كما قال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وكما قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشانا بعدهم قرنا آخرين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرى قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد